أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميدة بيبل اليوم الأحد اليوم الاثنين عفوا أن حكومته لن تسمح بتمريع ما أسمع مؤامرة التمديد مرة أخرى مشيرا إلى أنهم قاموا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل لاختيار فريق وطني مستقل لوضع خطة الانتخابات بعيدا عن التحيز السياسي وأكدت بيبا أن قطار الاستحقاق الرئاسي انطلق ولا عودة إلى الوراء وأن حكومته لن تراهن على مستقبل البلاد مرة أخرى بمن فقدوا أهليتهم الوطنية حسب تعبيره وسط مخاوف متزايدة من انقسام سياسي في البلاد